وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري مالك بن سنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أذكر الله تعالى حتى يقال مجنون النبي قال هذا حتى يظن الناس أنك مجنون ولذلك كان أبو مسلم الخولاني عبد الله بن فوب التابعي الجليل والولي الصالح المؤيد أيها الإخوة بالكرمات الباهرة وشهد له الصحابة أنفسهم ولقب بريحانة أهل الشام بريحانة أهل الشام كان يذكر الله دوما وعلى كل أنحائه وفي كل أحواله حتى مع الصبيان إذا جالس مع الصبيان يأخذ في ذكر الله تبارك وتعالى فقال أحدهم ما به أبيه جنون أبيه جنون فقال له يا ابن أخي ليس بالجنون ليس بالجنون ولكن أذكر الله حتى يقال مجنون النبي قال هذا كان عبد الله بن فوب أو مسلم الخولاني قدس الله سره الكريم له سبحة كان يسمونها التسبيح المسبحة تسبيح موجود وعبد الله بن ثوب متوفى سنة 62 للهجرة وهذا يرد على من قال لم تعرف المسبحة إلا في القرن الثاني للهجري غير صحيح عرفت في القرن الأول وأبو مسلم الخولاني كان يتخذها كان يتخذها كان له مسبحة تسبيح أيها الإخوة يضعها كذا في يده وربما في ذراعه ويسبح بها كانت كبيرة يسبح فغلبته عينه ذات ليلة فنام فالتفت المسبحة على يده وجعلت تدور وتسبح تقول سبحان منبت النبات سبحان دائم الثبات فاستيقظ وإذا بها تسبح قال يا أم مسلم هلم وهلم يستوي فيه الذكى والأنثى والإثنان والجماعة والمفرد ولكه أن توافق أي من تخاطب فتقول هلم هلمي هلم يا إلى خير هلم هلم ممنى فإن قلت هلم والقائنون لإخوانهم هلم إلينا مش هلم هلم يجوز فقال يا أم مسلم هلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب هلم يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب أي قضها من نومها فجاءت وإذا بالسبحة التفت على ذراعه تدور تسبح الله ذي الجلال سبحان منبت النبات سبحان دائم الثبات قالت الله أكبر فلما جلست أم مسلم سكنت السبحة شيء عجيب أحد أخواننا هنا كنا في رحلة بروكسل يعرف الأخوة الذين كانوا معنا وله جد كان من كبار الصالحين وله مسبحة ألفية تعلق في الحائط أيها الأخوة كانت ربما جعلت تدور وتسبح وحدها وهذا ثابت عنه الشيخ القطب عبد القادر الجيلاني قدس الله سره كان له سبحة أيها الأخوة تسبح وحدها الشيخ عبد الوهاب الشعراني يذكر عن شيخه الشيخ أحمد الكعكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان له مسبحة من ألف حبة كبيرة يعلقونها كذا في السقف ويديرون يسبحون بها لهم أوقات معينة يستخدمها الليل ويجعلون يسبحون إلى السحار حتى ينفجر الفجر ويطلع عموده هكذا أوراد لا ينامون كأهل غفلات وأهل الذات وأهل التعليقات كلام دروشة كلام صوفية بهمش سوف نرى يوم القيامة من الذي يفرح ومن الذي يحزن تفكروا في كتاب الله قبل أن تعلقوا أقول لهؤلاء يقول كان له مسبحة من ألف حبة كبيرة يضبط بها أوراده في الليل والنهار فجاء أحدهم أحد الفقراء من السوفية فسرق منها سبع حبات لا ندري لماذا لا ندري سرق منها سبع حبات ولم يفطن له الشيخ رضي الله تعالى عنه الشيخ أحمد الكعكي شيخ الإيمان عبدالوهاب الشعراني رضوان الله علي لم يفطن لذلك فعرض له النبي صلى الله عليه في المنام عرض الشيخ أحمد الكعكي قال له يا أحمد لك كذا وكذا يوما تصلي بعدد ناقص كان يضبط بها السلوات على رسول الله والنبي لاحظ هذا قال أنت تصلي علي بعدد ناقص يعني خمسة آلاف خمسة في سبعة ناقص خمسة وثلاثين يعني مسلوخ منها سبع حبات فاستيخذ الرجل فعدها فإذا بها ناقص فعلا كما أخبر رسول وصدق رسول الله من رآني في المنام فقد رآني حقا فذهب إلى ذلك الفقير أخبره الرسول عنه قال له الذي سرقها الفقير فلان الفلاني قال له يا فلان الرسول أخبر أنك فعد قال صدق رسول الله وأخرج عليه الحبات السبع الناقصة آية من آيات الله